نروح للدكتور خارد عكاشة كما المؤتد ودكتور عبنان بيقول عايزين حوار حقيقي سياسي له فلسفي وله أخلاقي خلينا يمشي في إطار سياسي وعايزين نطلع بوثيقة هذه الوثيقة نقدمها لمنتخذ القرار مفهوم البعض أنه حوار مع متخذ القرار مش حوار بين أطياف المجتمع وبما فيهم منتخذ القرار علشان نصل إلى وثيقة بنصل بيها ومن خلال مفرداتها ومكوناتها زي دكتور عبنان مقال إلى مصر عشرين تلاتين أو الجمهورية جديدة للأحلام أو نخرج من المأذق التاريخي اللي العالم كله تحط فيه نتيجة حزمة الأزمات كورونا والمناخ وروسيا وأوكرانيا وما جرى خلال الفترة الماضية كيف ترى شكل هذه الوثيقة أو كيف نبدأ الحوار تحياتي لحضرتك في البداية وكل عام ومصر بخير وتحياتي للأسادزة الأعزاء وزملائنا الأعزاء اللي معنا النهاردة وأنا متشرف أننا موجود مع الجميع الحقيقة يعني أتصور فعلا دعوة القيادة السياسية كما أطلقتها في حفل إفطار الأسر المصرية وقبلها في بعض المناسبات بإشارات عابرة يعني كان يلمح فيها درجة من درجات الاتساع والشمولية والشمولية أنه فعلا تكون كل الأطراف ممثلة في هذا الحوار وأنا بكلم على شكل سياسي أعتقد أننا أدام مجموعة من النخب والكيانات اللي هتمثل فيه شخصيات هيعبروا عن أراءهم تعهد السيد الرئيس بأنه هو هيحضر بعض من جلسات الحوار يعني هو يريد أن يكون الحوار في اتجاهين وليس في اتجاه واحد أو ما بين مجموعة تكلف بهذا الحوار ومن ثم تقوم برفع وثيقة أنا قادر أستقرأ الموضوع شوية مختلف عن دكتور عب منعم أنه يمكن يكون المطلوب أن نجري حوار مع بعضنا البعض وأن القيادة السياسية تشارك ومؤسسات الدولة تشارك في الاستماع وفي العرض عرض أفكارها عرض موقفها من خطة 20-30 وهنا بقى أنا هتفق مع دكتور عب منعم أن 20-30 ربما هي خطة الدولة الاستراتيجية اللي بدأتها فعلا وقطعت فيها شوط كبير وبني عليها كل خطواتها وخطاتها القصيرة النوعية المحددة في مجالات بعينها ربما هي اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا موجودين فيها ومرحلة اللي احنا موجودين فيها لا يمكن حد ينكر بأنها مرحلة تم إنجاز فيها الكثير والكثير إن احنا نكون قصاد تحدي علامي بالشكل المعقد اللي حضرتك شرحته أظن هو دوة اللي أطلق فكرة الحوار ما فيش خطة مقدسة ولا وثائق جامدة لا لما تدخل عليها تحديات بحجم كورونا والمتغيرات العالمية ومن ثم صراع دولي طاحن ومتعدد الأطراف والعالم كله يقف على أطراف أصابعه ومنتظر نتائج هذا الصراع ده يستلزم من دولة حية ودولة في مشروع بناء ودولة بتشتغل على صناعة جمهورية جديدة حقيقية وتأسسها وإرساء مبادئها إنها تقعد مع نفسها وإنها تذاكر كويس جدا هذه التحديات ومن ثم تدخل العديد من التغييرات المقترحات السبل الجديدة اللي من الممكن أنها تخش على الخطة أولا تحميها تحمي خطة 20-30 من إنها تتباطأ أو تتعثر وأيضا تدعمها وتغذيتها بمجموعة جديدة من الأفكار اللي تتجاوب مع اللي إحنا شايفينه بقالنا عامين كاملين عامين كاملين العالم كله في حالة سيولة كبيرة يحتاج مننا لمجموعة أفكار مين اللي هيصنع ده هنقول طبعا بالتفصيل لكن أتصور أن أي كيان وأي كتلة وأي طيار موجود في الدولة المصرية أظن على لسان السيد الرئيس شخصيا هو مدعو للمشاركة في الحوار بالطبع يعني بالشكل التنظيمي أن هذه الكتلة وهذه الطيارات هيكون ليهم ممثلين مش هيجي الطيار كل ولا الكتلة كلها يعني لو بنتكلم عن الأحزاب يبقى المجموعة القيادية في الحزب أظنها هتكون قادرة أنها تعبر عن كل توجه الحزب لو بنتكلم على مؤسسة تشريعية ففي مجموعة من البرلمان قادرة كويس قوي إنها تقول إيه اللي موجود في البرلمان ووجهة نظره وأراءه وأفكاره تطرح أسئلة وتجاوب على أسئلة وهكذا يعني دي أمثلة فأتصور إن مجموعة انتقائية لكن الاتساع الأفقي بتاعها واسع جدا محدش خارج هذا الحوار على الإطلاق المستقلين وأعتقد الدعوة موجهة برضو لفئة ربما كانت بعيدة شوية عن المشاركة بالفكرة وبالصوت وبالاشتباك وهم مجموعة مستقلة من كل التخصصات أظن إن شخصيات مستقلة وأكاديمية وفنية وتكنقراط في كلهم في مجاله مدعو أنه يكون موجود في اللحظة الرهنة يقدم تقييمه هو معانا على نفس الأرضية الوطنية يهمه مصر زي ما تهمنا بالضبط عنده أفكار هيترحى ونبدأ العملية بالديناميك اللي احنا متصورينه إنه هو يكون في الاتجاه رايح وجاي بالضبط